أعرف ولاية وميلة ضعفاً في تعداد المقاعد البيضاغوجية بالمركز الجامعي الذي يعتبر مكتظاً بالطلبة بالرغم من وجود مشروع 3000 مقاعد بيضاغوجي والذي يبقى حبيث الأدراج منذ سنة 2017 المزيد في سياق تقرير صوفيان بوغان مزيج متناقض في الدخول الجامعي الجديد بالمركز الجامعي عبدالحفيظ بوصوف بميلة التنقض القائم بين تعداد الطلبة الذي يقارب 12 ألف طالب موازاة مع 8000 مقاعد بيضاغوجي يعني المركز الجامعي يعاني من اكسداد كبير جداً يعني طاقة الاستيعاب للمركز الجامعي لا تتجاوز 8000 طالب بينما اليوم نتكلم عن 12 ألف طالب ومع الأعداد الجديدة فيه ضغط رهيب جداً خاصة على مستوى لقاعة المحاضرات أو لزوم فيه أو حتى على القاعات التدريس لتيدي ولا لتيبي شريعة التلف مقاعد بيضاغوجي مسماع وديطوريوم لاستضافة وتكفر بالتظاهرات العلمية الوطنية والدولية وكذلك 50 مسكن للأستيدة هذه أولوية الأولويات بالنسبة للمركز الجامعي منذ 2015 وقد تمت تجمدت المشاريع في 2017 قائم ولكنه في غرفة التجميد مشروع 3000 مقعد منذ 2017 إضافة لسكنات ومسمع يسع 800 مقعد تجليات دخول على وقع أمل السحب من التجميد مع جملة التخصصات الجديدة بأشهر تخصصات جديدة تخصص في ميدان علوم الأرض والكون تخصص في لسانس علوم الاقتصادية الجاهية وعلوم التسيئة تخصص لسانس ومستجليل في ميدان علوم الطبيعة والحياة كما تدام بتخصص جديد في الحقوق وهو قانون خاص ومستعين جديدين قبل ذلك ولمرافقة الإرادة البيداغوجية التطلع لبناء قواعد الارتقاء لجامعتين مع الحاجة لمشاريع ترتبط كذلك بالاستقلالية في التزود بالماء الشروع